اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تغيرت النسخة اللي قبل ما فيه مش موجود هذا الخيار فمش فهمين مش معناتها شو بتسوي يعني قبل مثلا تنزل النسخ اللي فيها secure بس ما تنزل الابديتات او ميزات الجديدة كلها ما نفهم مش معنات ديش بتسوي قبل يعني بتنزل بس البيتة اللي هي الثالث نقطة مثلا عن الaios 14.2 ما راح نزل اي نسخ اللي الضروري اللي يكون فيها مثلا 14.2.2 14.5.2 نسخ اللي سكرون فيها المشاكل مثلا عن الاختراق من الاختراق ما نفهم شو الموضوع مش بيسوي هذا الخيار لكن قدام راح نشوف مهم انه موجود شي جديد هنا وبرضو باننا نتكلم عن secure فيه برضو خيار جديد حين نزلتها بل لكن في الكود داخل ما فيه خيار تشوفه لكن في الاكواد الداخلية انه تقدر انك تحذف تحديث مثلا انا على الaios 14.2 نزل 14.3 ما حدث له لكن حملته ضغط على التاريخ حملته وما حدثته ونزل 14.5 مثلا فاقدر خلاص ابل بخش هنا خلاص السوفتير نفسي ينحدف ويتحمل لي السوفتير جيلي بدون ما انزل عندي في الجهاز فخيار انك تسوي يعني انت نزلت التحليف لكن ما ثبتها فينحدف عندك تلقائي من هنا وتحمل الثاني ما دري بس في الاكواد موجود زي كذا بقلت اقول لكم اياها مثلا لو بنشوف لكم الميزات الجديدة مثلا في الميزيك اكتر شي في الميزيك سوات اشياء كثيرة مع اني مش لديك الدرجة مع الميزيك لكن تكلم لكم ونقول لكم الاشياء الجديدة لو بنشوف البراوزر هنا لو بنخش راح ينزلون هنا برضو خيارات لحق الدول او المناطق هنا الدول موجودة لكن هنا بنزلون اكثر من مئة منطقة برضو لشين هي المناطق اللي بتحطها بلو ما ادري لكن بتنزل هنا خيارات مثل ما نشوف هنا عندنا دول حق افضل او الترند لحق الدول نفسها مثل ما نشوف البحرين هنا موجود الموسيقى اللي يسمعونها كثير مثل ما نشوف راح حطوا المناطق برضو أيضا في الخيار هنا في الليبرالي لو تخشي الليبرالي وننزل تحت هنا الخيارات الجديدة مثل ما نرى الخيار الأول والثاني موجود من زمان مثل الغنية نزلت أو الألبوم هذا وكم غنية في الألبوم وكم مدتهم كلهم لكن الخيار الجديد الموجود في النهاية الراكارد أو الشركة لحق الألبوم مثل ما نرى هنا مكتوب علي روتانا فكل ألبوم تفتحه راح تشوف هنا الشركة الارتست والأشياء والشركة المصنعة ومصنعنا على الغنية والبابلش لحق الغنية نفسه مثل ما نرى في النهاية راح تكون موجودة عندنا 2013 هذا اسمه فين برودكشن مثل ما نرى هنا فهذا الخيار الجديد لحق الألبوم نفسه لو فتحه راح تشوفه تحت في النهاية وبرضو في الألبوم لو عندك بلاي لست مثل ما نرى تشقل الأغاني ومدخله مثل تشوف الأغاني التي تبهها تشقلها باللست فلو نسحة باليمين مثل ما نرى اللون بستغير هنا كان لون أزرق شوية هنا صار شوي بنفسها لون تغير بس في البلي نيكست فهذا الشي اللي تغير في الميزيك طيب لو نتكلم لكم عن الأشيات اللي عدلت هابل في نفس السوفتير هذا البيت الرابع كبداية المكسيف أخيرا عدلتها هذا طبعا المكسيف هذا المكسيف أنا مركبة على القاعدة فالآن لو بركب المكسيف هنا يطلع عندي التيم وأخيرا عدلت هابل كان أول كان نكترك بفويرلس شارجر عادي يعني فالآن عدلت هابل حظة للخيار وبرضو في التعديل الان اللي صار ان لو شق الموسيقى تقدر تنقلها للهومبود وترجعها مرة ثانية بالخيار اللي كان موجود عندنا هنا كان تكنسل في البيتا الثالث هو موجود لكن فيه خلل مثل ما نشوف ترانسفير تو هومبود كان لو بتشق الموسيقى ما تنتقلها للهومبود تلقائي الآن لا تشتغل عندك وتزعجك برضو فأنا ما حبها أطلط فيها لكن خيار هذا موجود موجود عندكم لكن فيه كان خلل في البيتا الثالث الآن رجعت هابل عدلت هنا وبرضو فيه مشاكل أشخاص عندهم غرين تنت أو تجي لهم الشاشة الخضر وتطف الجهاز ولا تقصروا الإضاءة في لف المحدد تشوف الشاشة يصير لونها أخضر فالآن عدلتها أبل في النسخة هذه برضو وبرضو في اللوغو بعض الأشخاص عندهم مشاكل إذا طفوا الجهاز وشغلوا علامة أبل تقوم تنور عندهم ترمش الآن عدلتها هنا برضو أبل وبرضو عدلت حركة إنك لو طف الجهاز وشغلتها تكلمت لكم عن انطباع حق النسخة تجري بيه الثالثة لو طف الجهاز وشغله يطلع لي تنبيه هنا يقول لي حط إيميل ورقم السري حق الابل اي دي اتعدلت هنا برضو بس تغريبا هذه كل الأشياء وكل التحسينات اللي موجودة على النسخة هذه طيب كما عودناكم القيك بنج كبداية مثل ما أشوف مرتش خمسة عشر فسويت أنه مرتين هنا وهذا البيتا الثالث وهذا البيتا الرابع ما أشوف فيه فرق ما أقدر أقول لك فيه تحسين ولا شي هو أردي ممتاز والأرقام قوية وما فيه أي صعوبة في الألعاب ما الألعاب الأشياء القوية كل شيء قال زي الحلاوة لكن كأرقام هذه موجودة عندكم هذا الثنتين البيتا الرابع وهذا البيتا الثالث وهذا البيتا الثاني إذا كنت تردت شونه برضو طيب نشوف المتل برضو فهذا البيتا الرابع الآن هذا البيتا الثالث وهذا الثاني ما أقدر أقول لكم فيه فرق نفس الشيء يعني كل شيء ممتاز وهم أداءهم مرتفع يعني ممتاز لو بنشوف برضو الانتوتو هذا الانتوتو للبيتا الرابع وهذا مثل ما تشوف هنا البيتا الثالث برضو ما فيه فرق ما حسنا فيه أي فرق فبس هذه كل الأشياء متى رح تنزل هذه النسخة؟ طيب هنا نجي نتكلم متى رح تنزل هذه النسخة؟ بعض الأشخاص يقولون لك إن النسخة النهائية للمطورين رح تنزل على نهاية الأسبوع إذا سوت هذه الحركة أبل فعرفوا إن شد حيلها بقوة أبل في وقت مشاهدكم بالفيديو بعدها بساعة بساعتين قبلها بساعة بساعتين في ذلوقت حول مشاهدكم بالفيديو أبل لازم تعلن عن المؤتمر حقها إذا كان في يوم 23 لأنه يوم 16 وهو الوقت اللي قبلها بأسبوع قبل لتعلن على المؤتمر حقه إذا كانت تعلن عن شيء جديد فإذا كان فيه مؤتمر صحيح هنا ف100% قبل النسخة النهائية لحق المطورين رح تنزل نهاية الأسبوع القادم بالكثير يوم الاثنين قبل المؤتمر هذا الوقت اللي تنزل فيه نسخة نهائية لحق المطورين عشان يختبروه هنا يوم يومين بعدها على نهاية الأسبوع تنزل النسخة للكل فأتوقع أن الأسبوع هذا رح تنزل لك النسخة هذه الـ 14.5 توقع أنه بعدها بأسبوع توقع يعني على نهاية الأسبوع القادم هنا بس هذه كل شي النسخة ممتازة ما فيها أي شي الجيل الرابع أو الجيل الخامس الـ 5G يشتغل على شريحتين مثل ما نشوف أنا طفيت شريحة طفيت الـ wireless هذه 5G وهذا الشريحة الثانية شغال عندي فكل شيء ممتاز النسخة بالنسبة لي جاهزة ما عادة الأبراجة حين لازم أكلمها بل برضو المودم فورمير اللي حدثوه ما بعدل بالنسبة لي أنا ففي نهاية الفيديو لا تنسوا ناشتراك الغناة بشتراك في حساب السلام شارك شارك وضواتكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع لا تنسوا نظل داعاكم والسلام عليكم